مجلس الخدمة الأخبار التي تم تداولها في وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض الوزارات بإرسال درجاتها الوظيفية الشاغرة إلى مجلس الخدمة لغرض إعلانها كفرص للتوظيفة وبصدده أوضح اللهابي أولا أن المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 قد بيّنت الموقف التشريعي لملف التوظيف بجميع ما شملته من فقرات والمتمثلة في إيقاف التعيينات في الدولة كما أنها خذفت كل الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في جميع الوزارات والدوائر الحكومية وأوقفت التوظيف بصفة عقود في مؤسسة الدولة كافة ثانيا إن أغلب الوزارات والجهات غير المتبطة بوزارة لم تستوفي لغاية الآن إجراءاتها من أجل مصادقة وزارة المالية على ملاكاتها هذا وقد أكد اللهابي على أن المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القانون في كل ما يتعلق بالتوظيف وبالتالي فإن أي درجة وظيفية حال استيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون الموازنة سوف لن يتم إشغالها إلا بعد الإعلان عنها وفق الضوابط القانونية ولن يتم الاختيار من بين المتقدمين لإشغالها إلا وفق المعايير الموضوعية التي أقرها المجلس وبدوره رجى عدم نشر المعلومات المتعلقة بملف التوظيف إلا بعد الرجوع إلى مجلس الخدمة قبل نشرها مبينا أن المجلس غير مسؤول عن أي تصريح صدر عن الغير بشأن ملف التوظيف ولا يتحمل أي مسؤولية أو تابعات قانونية عن هذه التصريحات